بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أخلاق وعمر نحاول أن نبحث عن الأسس نظرية والتصورية والعملية لتحقيق عمران الإنسان في الأرض لكن نحتاج دوما أن نوضح كثيرا من التصورات التأسيسية فلا يمكن بحال بناء بيت دون وجود مخطط ولا يمكن وضع هذا المخطط دون معرفة فهذا ما نحاول فعله في هذا البرنامج أن نجدد المعرفة التي تعيننا على بناء الاجتماع الإنساني وعمراني وما زلنا مع السؤال الذي أثرناه في الحلقة ما قبل الماضية حيث فصلنا قليلا في موضوع الأمانة وبينا معناها وتوقفنا كذلك عند مقام عرضها وتساءلنا كيف يكون الإنسان أمين هذا السؤال الذي يثيره أي شخص منا فكل من يدرك حقيقة الأمانة وعظمة شأنها يتساءل كيف أكون أمينا وإذا أردنا أن نفهم أمانة الإنسان تجاه خالقه علينا أن نفهم أولا أمانة الإنسان تجاه الإنسان ففي الحياة الدنيا حينما يترك شخص ما أمانة عند شخص آخر فعليه حفظها كما هي حتى يرجع صاحبها ويطلبها فهو مطالب منه أن يسعى أن لا تتضرر هذه الأمانة فتفقد قيمتها أو تتغير ماهيتها يعني أن يفعل ما بوسعه طبعا وكما نعرف فعكس الأمانة الخيانة فالإنسان إما يحفظ هذه الأمانة حتى يسلمها لصاحبها لما يرجع أو يخونها بالتصرف فيها كأنه مالكها الأصلي وصاحبها الأول فإذا حافظ عليها فهو أمين وإذا تصرف فيها كأنه مالك لها فهو خائن لذلك فإن تعامل الإنسان مع الأمانة معاملة المتملك لها موقع ولا شك في الخيانة ماذا نفهم من هذا الكلام وما هو المحدد الأساسي للخيانة وعدم الأمانة يظهر لنا والله أعلم أن باب الخيانة أو الاختيان بتعبير أستاذنا الفيلسوف طاع عبد الرحمن يبدأ بالوقوع في شبهة التملك ويمكن أن ينزل هذا المعنى على الأمانة الأولى الأمانة التي عارضها الله سبحانه وتعالى في عالم الذر ووافق الإنسان عن اختيار وطواعي حملها فمتى يكون الإنسان أمينا بحق ومتى يكون خائن لو سلمنا بأن تملك الإنسان لما ليس له موقع في الخيانة فكذلك ستكون خيانة عهد حمل الأمانة في العالم الأول أي تملك الإنسان لما استودعه الله عليه وهي بتعبير آخر الإنسان نفسه لتحمل الإنسان لأمانة الإنسان والمتلخص بإجمال شديد في أمانة الإيمان والأخلاق والعقل كما بينا في الحلقة الماضية فمتى فرط الإنسان في إنسانيته بحيث تسفل وركن إلى الأرض ومتى فرط الإنسان في إيمانه بحيث انقطع حبل الوصال الإلهي وركن إلى نفسه فمتى فعل ذلك وقع في الخيانة ومآل الخيانة الظلم والجهل فيكون الخائن بذلك ظلوما جهولا ومن هنا ستتضح رويضا رويضا نلامح الجواب عن السؤال الذي أطرناه في الحلقة الماضية وبداية هذه الحلقة كي نقرر وفاء الإنسان بالأمانة علينا أن نفهم أولا وظيفة الإنسان ومقصد إيجاده على هذه الأرض وذلك يقتدي فهم الإنسان وفهم طبيعته في هذه الحياة وإدراكه لمعنى التسخير فالإنسان مؤتمر فيما سخره الله له فصاحب الأمانة هو المسخر هو الله جل جلاله والإنسان الذي حمل الأمانة عن إرادة واختيار هو المسخر له هو حمل الأمانة فسخر الله له كل ما خلقه كي يستطيع حمل الأمانة وأداء حقها وعموما فسنفرد حلقات من برنامج أخلاق وعمران عن المعاني العمرانية للتسخير في القريب العاجل ومن هنا فإن الباب الرئيسي لهذا الحمل أي حمل الأمانة فحملها الإنسان يكون بعدم الوقوع في الخيانة ومن مقتضيتها كما جاء في الآية الظلم والجهل فيلزب على الإنسان أن يتصف بما يحول دون ذلك بالحكمة بالإيمان بالعدل طبعا تعارف الحكمة هي متعددة لكن بعض تعارف تجلي لنا شيئا من معانية فمثلا كقول بعض أهل العلم الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي فتكون بذلك قريبة من مفهوم العدل الذي يعني وضع الشيء في موضعه وإذا أردنا الجمع بين المعنيين فنقول يوضع الشيء في موضعه بحكمة أي على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي فهذا نوع من التسديد وتسديد العمل والوجه يكون بالإيمان والعمل الذي يجسده ويجليه في الحياة الدنيا وبالمقابل نجد مجموعة من الأعلام ربط الحكم بالإيمان والعمل مثل الإمام النووي حيث قال الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المستمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك؟ وفي ذلك حكمة بالغة إذ من الأمان حفظ الإيمان ونلحظ أنهما يشتركان في الاشتقاق اللغوي أمانة وإيمان ومن الأمانة المعرفة كي يعرف الإنسان مستأمنه وأمانته ما سخر له المعرفة التي تحققها مقتضيات تفكر في الأنفس والآفاق المعرفة التي تنسجم ومقتضيات التسخير المعرفة هي الشرط التسخير لذلك كان التفكر مقصدا أساسيا ومركزيا كما بينا سابقا لتسخير الله للإنسان مخلوقاته من شمس وقمر وسماء وأرض وليل ونهار وغير ذلك والقصد من كل هذا هو تحقيق العدل لتجنب الظلم وذلك يكون بحكمة لوضع الشيء في موضعه في أوانه ومكانه ولمستحقه فمقابلات الظلم والجهل العدل والحكمة ومن هنا على الإنسان أن يتحقق بالحكمة والعدل في الحياة الدنيا والنعيد تأمل الآية الكريمة إن عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما شهولا ظهر لنا أن تحقق الإنسان بمقام العرض الأول سيمكنه التحقق بمقام الحمل الآدمي فحملها الإنسان أو الحمل الإنساني فمقام العرض هو مقام لدني عرضناه فالله عز وجل هو من عرض الأمانة والإنسان هو من حملها موقنا بذلك لكن بتبكله على خالقه سبحانه وتعالى والإنسان هو من حملها موقنا بذلك وموقنا بتوكله على الله سبحانه وتعالى فإذا أعاد الإنسان ربط مقام العرض عرضنا بمقام الحمل حملها الإنسان وتجرد بذاته وتحقق بالحكمة والعدل نأى بنفسه عن الظلم والجهل وبضدها تتميز الأشياء لذلك فإن إدراك مقتضيات الأمانة من شأنه أن يحقق العمران في الأرض بما يستجيب ومقتضيات التسخير دون الوقوع في شبهة التملك الموقع في الظلم أو الجهل تملك الذات تملك الآخر تملك الطبيعة تملك الكون أمر ليس باليسير لكنه ممكن ممكن لأن الإنسان ما كان ليجرؤ على حمل الأمانة دون أن يكون قادرا ومكينا لكن فلنتذكر أن الإنسان حمل الأمانة وهو في مقام العرض اللدني كما يفهم من قوله تعالى عرضنا لذلك علينا التحقق بهذا المقام لنفهم عن الله مقاصد الأمانة وآفقة التسخير وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الإنسان بمستحيل فأين نحن من قيم الأمانة؟ في أمان الله